اشتركوا في القناة 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 يجب أن تتعالج شعرك بخلطات طبيعية وزيوت بيو يجب أن تتعالج شعرك الوقت لكي يتقبل العلاج ويجب أن تكون النتيجة فيه ويتغضى من الداخل وكاين ثاني لا يوجد مشكلة تالف أو غيره لكن هاتو تحب تتعالج شعرها يمكن أن يكون ثلاثة أشهر يكون ثلاثة أشهر يكون ثلاثة أشهر يكون ثلاثة أشهر نمر الآن بش نحكي وعلى ثالث نقطة معانا لنهار اليوم ومعالجة الأمراض مهما بدت بسيطة وعلى شراني مستعمل في هاد العباراتة مهما بدت بسيطة رح نعطيكم اليوم مثال بلانيني كي بزاف فتيات يتزوجوه وعندهم هاد المشكل ويبنلهم مشكل بسيطة ومارهوش فريمان غراف يعني عادي ولكنه في حقيقة الأمر خطير وخطير جدا علاش خطير يا معدام بسك هاد الجن فام هاد الجن فام بردون اللي رح تزوج ويكون عندها مشكل الأنيمية رح ممكن تح انسانت منهار الولد هالو مرياش طاحا يعك مهما كان لما يندو كنترسيبسيون اللي رحي تستعمل فيه كايين بسيطة كايين واحد التشوه الخلقي واسمه سبينا بيفيدا اللي يجي عند الجنين ولا عند المولود اللي نغيسان ولا اللي نوفوني ولا اللي بيبي تو سمبل ما بونك هاد التشوه الخلقي السبب بتاعه هو نقص في حم بالفوليك وهنا يالكثيرات ممكن يقولولي ومش فيها كي تكون بالحمل وهي عندها العنيمية كامل نعرفو باللي لفام انفوتو اللي انسان تروح لجينيكولاق وتمدلها هادوك المعادن ولكمبليمان اللي رح يساعدو باش اللي بيبي تاحا ينمو في أحسن الظروف ايبا هنا راهو المشكل الفيغميتور تعلو تيب نغال تصرف لكاتر بخميار زمان يعني في الشهر الليول سيتا ديغ لفام هنا يكون ما زال ما على بل هاش مام باب اللي راهي بالحمل معنتها ماملا كان لفام دات أبري الو برميار موه يعني هادك لو تختمتها لانيمي وصح تقع المشاكل اللي عندها ما رحش يتعالج هذا التشوه الخلقي دي يكون عند لبيبي تاحا وعلى هادي ناكدو انو الوقاية الف مره خير من العلاج يعني ما نسنوش المشكل حتى يصرا ونبعد نولو نجري ونحوصلو على حل مع انو هاد المشكل تاسبينا بفيداء للأسف لليوم ما عندوش حل ممكن اكدو على كل واحدة فيكم عندها الانيمي كسو صوارح لتزوج ولا لا لا تروح في اقرب وقت عن طبيبي شخص حالتها ويعطيها العلاج المناسب النقطة اللي رح نمرو لها اليوم ان شاء الله هي عمل العلاجات باللازر سواء ان كانت الليبالاشن يعني كالناس اللي دير الليبالاشن ديفينيتيف باللازر ولا يعني تعتمان تاع مشاكل في البشرة كما دي سيكاترس ولا لبغدلات او غيرها جاني غالما هاد النواع من العلاجات يعني تبدي فترة بلوزو ما لونج دونك الليناس غرا هي انتغيسي تحب دير لازر تحب دير تخاتمان تحب تكوريجي تساكاتخيس عندها في الفيزاج ولا في اي منطقة في الجسم لازم تروح في فترة تكون تسبق عرصها باشهر باش هكاتتساقسي لوميتسا يشوف هادك الليو تخاتمان تشوفي الليو لازر ولا الليو تخاتمان اللي راكي حاباته إلا يخرج عليك ولا لا 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 إلا يساعدك تشوفي شح لازم لك من سيانس شح لازم باش تشوفي غيزول دا و غيرو من التفاصيل ولكن حبيتي ديري سيختو سيختو اللازر لليبخستاصيون الاخرين تاليسوان وليمساج و هادو ما نحكيوش عليهم هادو يقدرو يديروه ديريهم عند انستيتيسيان ولا وين حبيتي ولكن لازر سيل فو بلاي ما تروحوش ديروه عند انستيتيسيان لازر لازم لكم ان درماتولوج لازم ام مادسان سبسياليزي يديرو لكم ماشي تجيكم اسيتيسيان تقول لك درت فورماشيان درت كده وكده وكده تديري عنده ومبعد تهرد لك لك واختاعك مو تصيل وبله موك لازم يكون عندكم شوية وعيف هاد الامور ياك موك تصيل وبله حبيباتي جميع وحده حبيت دير لازر او غيرو تروح عند الشخص المؤهل اللي يدير لها العلاج ان شاء الله بلا ما يكونوا كاينين نتائج واخذ ما من بعد النقطة الما قبل الاخير اللي رح نحكي وعليها هي التغذية السليمة شي اكيد انه كل ما كان الريجيم اليمونتغ تعنا غني بالخضر والفواكه هاد الامر رح يعود على جسمنا بالصحة بالتاعي رح يظهر على الشعر رح يظهر على البشرة موك قوليو باش نروح ومديرو دي بخودوي كوسميسيك لنخبيو بيهم لازم برفكسيون ونخليو الانتغير تعنا في حالة صحية غير جيدة لازم نبدأوا من الداخل واكيد النتيجة فيما بعد رح تظهر على الخارج نختمه ان شاء الله باخر نقطة على وهي تنظيم المشتريات وشنو هي الفايدة كيكون عندنا كراس ولا بلانر نظمه فيه كامل المشتريات تعنا ويكون على بنا باش لازم نبدأ وين لازم نروحه حد النقطة اكيد رح تخليك منظمة في راسك وتسمحلك باش تقسمي ميزانيتك بطريقة جيدة وتبدأي بالأمور الضرورية ومبعد تزيدي وش حبيتي بالعقل كين تفصيل كذلك حبيت انوضحه هو لانناس اللي حابة تنقص ولا تزيد في الوزن دو بخيفرانس يخليوا شراء الملابس يعني الحوايج تحوم يخليوا اللي تغنيموا بانك السبق وشاريوا وش حبيتوا لداركم وكلش فراش وغيرو موشنو الحوايج خليوهم اللي تغنيموا حتى تلاحقوا ولا تقربوا اموام اللي راكم حابينو بدأوا تشاريوا الحوايج بسكو يقدر يعني تشاريوا الحوايج في الدبت اللي يكونوا صغار ولا كبار عليكم وفي الاخر يعني تنقصوا ولا تزيدوا في الوزن بانك يبلوا ميجيبكمش وهنا يعني البداية تكونوا الحق لنا الفينت على الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وفادتكم سيوخطو من كل الناس اللي عجبتهم الفيديو ما تنسوش تخليو لي ما تنسوش كذلك للناس اللي مازل مش تركتش بالقناة تشترك وتفعل الجرس وفارتغيوا لشان مع الناس اللي تعرفهم باش تعم الفائدة باي باي يا حبيباتي